اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وليا للعهد آنذاك وترأس اول مجلس ادارة للنادي احمد كانو وسكرتير ايلين والامين المالي جي ثيرمسون وضم مجلس الادارة في عضويته ميرول وسميث وخليل كانو وعبد الرحمن الزيان وفي الثاني عشر من ديسمبر عام 1952 اقيمت فعالية للنادي وكانت عبارة عن دعوة مفتوحة لاصحاب السيارات والدرجات النارية للمشاركة في سباق العام تبعت بفعالية اخرى يوم التاسع من يناير عام 1953 وهي سباق البحث عن الكنز الذي استمر ساعتين ومن المحطات التاريخية الهمة لرياضة السيارة في البحرين شهر بارس عام 1954 عندما اصبح المبثور له باذن الله تعالى الشيخ عيسى بن سلمان الخليفة رئيسا للناديين والشيخ خليفة بن محمد الخليفة مدير الشرطة والامن العام نائبا للرئيس وفي تلك الفترة بدأ النادي يتده نحو تطوير علاقاته الدولية مع الاندية والاتحادات الرياضية المعنية باللعبة في دول العالم فحصل في اغسطس عام 1953 على عضوية اتحاد السيارة البريطاني وابرم اتفاق بين الطرفين يسمح بموجبه لأعضاء الناديين بتبادل الزيارات واستخدام مرافق الناديين واستطاع نادي البحرين للسيارات في خضر هذه العلاقة ان يطور من انشطته ونجح في الحصول على تخفيضات لمركبات اعضائه من قبل شركات التأمين المحلية ولم يقتصر التعاون الدولي على اتحاد السيارات البريطاني فقط وانما امتد يشمل فرنسا فاصبح النادي يتبع الاتحاد الفرنسي السياحي في ابريل عام 1957 كما تمكن من الحصول على تصريح لاستيراد المركبات بين البحرين وبريطانيا ايضا للبحرين تاريخ بمجال انشاء حلبات سباق السيارات شيدت اول حلبة خاصة لسباق السيارات عام 1968 بل عطولها نحو 300 يردات وعرضها 10 يردات وتم تبطيلها بالاسفل وتم توفير مواقف للسيارات في جوارها تبتسع لنحو 3000 سيارات وقد رعى المغفور له باذن الله تعالى الشيخ عيسى من سلمان آل خليفة حاكم البحرين وتوابعها آن ذلك في يوم الجمعة الموافق الخامس عشر من نوبمبر عام 1968 رعى السباق النهائي للعربات الصغيرة التي يعد الأول من نوعه بمشاركة 28 شبلا وكشافة فجرى السباق على 21 مرحلة وستا للأشبال واربعة عشر للكشافة وذلك بدعم وتمويل من مؤسسات القطاع الخاص وقد شاهد السباق أكثر من خمسة آلاف مشاهد موسيقى 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 موسيقى